المنتخب الأسباني كان من بداية البطولة الكل شايف أنه هو فنياته أعلى من كل الفرق التانية وناس كتير كانت بتقول أنه هو بيمتع الجماهير أكتر ما هو بيهدف أنت كنت متوقع أنه هو يفوز هل كان فيه توقعات أنه هو فعلا يفوز يعني التهديف كان في صلحه ولا كان الفنيات هي اللي كانت أكتر غلبة على المباراة طب بص هو فنيا وتهديفيا أسبانيا تستحق ممكن إحنا أنا كنت أنا في القنولة برضو كان بالدمج رقم عشر وبالدمج زميل يعني وقلت وقتها المتخب الأسباني مرشح الأقرب أنه هو فوز باللقب وقلت أصلا أن أسبانيا وألمانيا الماتشة اللي كان في دور الثمانية بالنسبة لي ده كان النهائي لأنه دول كان أقوى فرقتين في البطولة من بدايتها المتخب الأسباني ومتخب ألمانيا طبعا صحب الأرض والدمور المباراة كانت بينه في دور الثمانية كانت مباراة بلغة الكرة تكسير عظام كانت ماتش قوي جدا جدا وقلت لما أسبانيا تفوز على ألمانيا جمهورها بالسيناريو المباراة نأعتقد أسبانيا تستحق البطولة أعز أقولك أن أسبانيا على صعيد فنيا أول منتخب في تاريخ اليورو يفوز سبع ماتشات وربعات دول المجموعات تفز على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا اللي كانت مفاجئة البطولة كرواتيا وإيطاليا في رتين طويل إيطاليا حامل اللقب كرواتيا اللي كانت تالت العالم في كاس عامل اللي فات من سنتين أو سنة ونص بعدها يخش على دور 16 يقابل جورجيا طبعا كان أول مجموع لعب فرقة من أحسن التوارد وجورجيا كانت تكسبانا ببرتغال في نتيجة كانت مفاجئة كسب جورجيا 4-1 راح على ألمانيا في دور الثمانية فاز على ألمانيا يقابل في السيمي فاينال متخب فرنسا وما أدركه مع فرنسا بالنجوم الكبار بتوحق فيفوز على فرنسا وأخيرا يفوز على المتخب الإنجليزي لكن واضح أنه ابتدى بقوة أه كرواتيا 3-0 إيطاليا فاز على كرواتيا وإيطاليا أول ماتشين ففي أي يفوز على كرواتيا وإيطاليا وإلمانيا وفرنسا وإنجلترا أعتقد يعني يستحق بكل جدارة فنيا على الصلاة التهديف بقى منتخب أسباني يجب 15 هدف يسجل في 7 مباريات أول منتخب في تاريخ اليورو كله يسجل 15 هدف في نسخة واحدة إيه طريقة اللعب اللي وصلته للنتيجة دي وإن هو يحصد اللقب للمرة الرابعة طيب طبعا بدارهم لووس ديلافونتي وأنا عايز أقف عن دراكت ده كتير قوي لأن منتخب أسبانيا اللي بدأ الثورة الكروية دي كان لووس إنريكي المدارب السابق طبعا لبرشلونا وحاليا بدار بريسان جرمان هو اللي بدأ يجيب لعيبة صغيرة من منتخبات النشئين والشباب ودفع بيهم ودهم الثقة في منتخب أسبانيا يمكن ما وفقش في كاس العام اللي فات وخرج على إيد المغرب لو تفتكر فطبعا ليوس إنريكي مشهو مع أنه هو صاحب هذه التجربة ولكن الانتحاد الأسباني زاكي جدا لما راح يجيب المدرب اللي بعد ليوس إنريكي جابوا المدرب ديلافونتي اللي هو المدرب الحالي اللي كان ماسك منتخبات النشئين والشباب والأوليمبي يعني على فكرة الأوليمبياد اللي فات دي لما المتخب مصر لعب أسبانيا راهن على الجيل الصعي كان ديلافونتي ده هو مدرب أسبانيا إنه هو كم مدربهم في الأوليمبياد اللي فات اللي احنا كم شاركين فيه في الأوليمبياد توكيو فالراجل ده عارف معظم اللعبة دي عارفها ولعبة عارفة يعني بعيدة عن العيبة كبار اللعبة الصغيرة اللي انت شفتهم متقلقين في البطولة عارفينهم إنت لو شفت المتخب أسبانيا ما تحسش فيه نجم كبير أو سوبر ستار دوله 24 سنة كان أكتر سن صح؟ أكبر أكبر لعب 24 سنة لامين يمال اللي هو من أصول مغربية أو الأمين جمال باللغة العربية عنده 17 سنة ويومين ده عمل أداء عالي جدا خال أفضل لعب شاب في البطولة دوله جايزة خاصة أفضل لعب شاب في البطولة خالي بقى أمين يمال أصغر لعب يسجل في اليورو أصغر لعب يشارك في اليورو أصغر لعب يصنع في اليورو عمل حدث نادر عمل أربعة أسست أخرهم الأسست اللي في النهاء جواب الجون الأولين الأسباني فبرضه أصغر لعب يعمل أسست أو يصنع هدف في نهاء اليورو عمل رقم تاني برضو غريب جدا بمشاركته في النهائي كان عمره 17 سنة ويوم هو عيد ما ذلك من السبت لعب مبارح فكان عمره 17 سنة ويوم أصغر لعب يشارك في نهائي بطولة بيرة من ساعة بليه 58 كان 17 سنة 249 يوم فلاعب يلعب نهائي ولسه عنده 17 سنة ده أمر نادر جدا جدا وكمان يتقلق ويصنع هدف في هذه المباراة وضيع كمان فرصة أو فرصتين كان عمل مباراة كبيرة جدا جدا فأعتقد لمين يامال يعني ربما هنسا مش عزين نجزم بس ربما يكون هو الأيقونة الجديدة في كورة القدم بعد ما خلاص ميسي ورونالدو خلاص بالحقبة بتاعتهم بتنتهي فأعتقد لمين يامال عمل بطولة كبيرة جدا جدا النحاة التانية اللي هو اللعب اللي يسجل هدف أول نيكو ويليامز اللي هو خد أفضل لعب في ماتش النهائي عنده 22 سنة وبضعة أيام يعني برضو تاني أصغر لعب يسجل في نهاء اليورو اللعب ده فكرة من أصول غنية يعني أدي واحد أصول مغربية اللي هو لامين يامال اللي هو الجناح اليمين جناح الكمال نيكو ويليامز من أصول غنية وعاز أقول لكم حاجة أطرف بقى أني نيكو ويليامز أخوه نيكو ويليامز الأكبر بيلعب في متخب غانا يعني عنده الشاكيركو الأكبر بيلعب في غانا والشاكيركو الأصغر بيلعب في متخب أسبانيا اللي سجل هدف الأول في ماتش أسبانيا مبارح مع انجلترا وخد أفضل لعب في المباراة لعب مميز جدا جدا وفيه بقى كلام كبير وخناقة كده شكلها داخلين عليها هيكمل في أتاتك بالباو ولا هينتقل لنادي كبير سواء في أسبانيا أو خارج أسبانيا فأعتقد المتخب الأسباني شوف اسمين المتداولين بالنسبة للناس داني يقول مباردو لعب مميز جدا جدا فأسماك مش متداولة ومع ذلك دي لفو انت قدر يكمل مسيرة انريكي ويوصل زي ما تقولت الأداء الجماعي بشكل جوي جايد جدا طبعا ما ننساش رودري لعب ماتشستر سيتي خد أفضل لعب في البطولة